السلام عليكم اخواني اخواتي شخ باركم عساكم بخير ان شاء الله تكونوا بقى الصحة وسلامة في هذا الحلقة راح نشوف كيف نقدر نحافظ على بطارية الهاتف سواء كان من نوع ايفون او اندرويد لما تفعلوا هذا الخطوات او اعدكم الهاتف راح يستمر لمدة يوم كامل طبعا لو كان استخدامك بمعدل متوسط الى خفيف لان الاستخدام الفقيل مستحيل يكمل يوم كامل وخاصة مع مشاهدة الفيديوهات مثل تيك توك الانسيجرام واليوتيوب الفيديوهات عادتين تستهلك طاقة كبيرة من الهاتف اما المراسلات واتساب تويتر والاخرية الاشياء النصية ما تسبب في استهلاك البطارية بشكل كبير وبعد الالعاب اذا كنت لعب الالعاب كثيرة الجرافيكس والرسومات اللي تصير والتحركات في الشاشة هذه تستهلك طاقة كبيرة لان المعالجة تكون عالية جدا عموما خلينا نبدأ بالخطوة الاولى الخطوات هذه راح نسويها على هاتفي الايفون لكن بنفس الخطوات نستطيع تطبقها على اي هاتف اندرويد نبدأ بالخطوة الاولى بالذهاب الى الاعدادات بعدها الخصوصية وبعدها خدمات الموقع ونطفي خدمات الموقع لكل تطبيق غير مهم خدمات الموقع عبارة عن جلب بيانات الجي بي اس الاقمار الصناعية بشكل مستمر وهذا الشي يستهلك طاقة الهاتف بشكل كبير ويرفع حرارة ايضا فبتعطيل التطبيقات الغير مهمة والتطبيقات المهمة مثل الطاقس نخليها فقط عند استخدام التطبيق كذا راح توفر طاقة كبيرة اللي راح يستهلكها الاتصال بالاقمار الصناعية فهذه من الهم الخطوات اللي تسويها في اي هاتف مهما كان نوعه ومهما كان نوعه التحديث اللي فيه الخطوة الثانية انصير على الاعدادات بعدها التنبيهات وبعدها انعطل التنبيهات في كل تطبيق غير مهم التنبيهات تشغل الشاشة والطفيهة تشغل الشاشة والطفيهة والشاشة طبعا هي من اكثر الاشياء اللي تسبب باستهلاك الطاقة فاضاءتها واطفاءها كل فترة لما تستلم تنبيه راح يأثر سلبا على طاقة وعمر البطارية في الهاتف فيفضل انك تخلي التنبيهات للاشياء الضرورية والمهمة حتى انت ما راح تتشتت لما تكون مثلا في الدوامة او تسوق والاخرة بكثرة التنبيهات الغير مهمة الخطوة الثافة حاول قدر المستطاع ما تنزل شيء كبير وما تتابع شيء كبير ببيانات الهاتف بالباقة اللي عندك لانك راح تستغل تقنية الجيل الخامس والرابع وهذه التقنيتين تستهلك بياناتك كبيرة ففي عندنا طريقتين اولا حاول تشبك بالواي فاي لما تكون في مقهى في مطعم في مول في فندق مثلا علشان ما تستهلك الطاقة شيء الاخر نقدر نصير على الاعدادات بعدها على الباقة اللي انت فيها ونفعل نمط البيانات المخفضة بكذا راح يقل استهلاك البيانات ويقل استهلاك الطاقة للهاتف اللي عندك الخطوة الرابعة ان نصير الاعدادات ونلغي تحديث التطبيقات الغير مهمة في الخلفية هذا الشيء يخليها تستهلك طاقة كبيرة فبذهاب الى الاعدادات بعدها عام وبعدها تحديث تطبيقات في الخلفية نصير على التطبيقات الغير مهمة ونعطلها انا على سبيل المثال عندي اهم شيء الواتساب وتطبيق الجيميل علشان استلم الايميلات اول باول فاريد يحدث في الخلفية اما تطبيقات الثانية غير مهمة بالنسبة لي انهم يحدثوا في الخلفية فما اريدهم يستهلكوا من بطارية الايفون وهن يعني خاصية مش مهمة بالنسبة لي الخطوة الخامسة لما تطلع من البيت او تفصل الهاتف من الشاحن وتعرف ان يومك راح يكون طويل وما راح تحصل مصدر للطاقة انك تشرش الهاتف ففعل من البداية نمط البطارية المنخفضة هذا الاعداد تحصل في قسم البطارية في الاعدادات او من مركز التنبيهات لما تفعل هذا الخاصية راح يعطل كثير من الخدمات الغير مهمة مثل تحديثات تطبيقات في الخلفية تنزيل التحديثات للتطبيقات وللنظام ورفع الصور مثلا لو كنت انت انفعل تطبيق اي كلاود يرفع صور راح يوقف رفعه لما تكون نفعل هذا الخاصية فبكذا راح يخلي فقط الخدمات المهمة مشغلة والغير مهمة معطلة لحد ما ترجع البيت يشبكه في الشاحن على طول بشكل تلقائي راح ينلغي خاصية نمط البطارية المنخفضة ورح يبدأ يرفع وينزل التحديثات ويسوي كل شيء مهم وانت في البيت وشابك بالواي فاي وشابك بمصدر طاقة للهاتف وبكذا راح تقدر تحافظ على بطارية الهاتف اللي عندك مهما كان نوعه وان شاء الله يستمر لمدة يوم كامل اتمنى اني افتتكم في هذه الحلقة شكرا لكم على المتابعة ونرجع لزميل عبدالله